دكتورة دليل الكرداني حصلت على جهازة الدولة التقديرية وترشيحها بالأساس جه من جامعة القاهرة كلية الهندسة ليه؟ لأن دكتورة دليل الكرداني تعتبر مثالا يحتذا به في الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا يا دكتورة دليلة الف مبروك الف مبروك الف مبروك الحصلة على جهازة الدولة التقديرية اهلا بيك يا دكتورة اهلا بيك يا سيطرة شو عدائي بوجودك الله يخليك اه السنة مش عارفة تكلم هباريك لي كل حاجة بس انا معجبة جدا بالأوتفت بجاك الفصدالي هاي الفصدالي شكرا لدكتورة دليلة على مقابلة لطيفة دكتورة دليلة الكرداني حصلت على واحدة من ارفع الجوائز في مصر دائز الدولة التقديرية والحقيقة انه لما قعدنا نسأل ونشوف اعرفنا انك مغرمة بالمعمار وبالحفاظ على التراث المعماري غرام من سنة 79 انا متخرج 79 اهلا بايه اللي دخلك في عالم الحفاظ على التراث المعماري بصي لما تبي متربية في بيت تراثي ومدينة جميلة زي مدينة المنصورة هتحبي التراث طبيعي يعني وبعلي من خلال دراسة العمارة بقى احنا بندرس تاريخ عمارة وبندرس في اماكن جميلة فطبعا ده بيغزي وبعد كده السفر بقى والواحد يشوف البلاد بتحافظ ازاي على التراث بتاعها واحنا بنعمل ايه عندنا وكده يعني ما تقولي ليش ان في حد بينزل مثلا شارع المعز وما بينبهرش وما بيحسش بالقيمة وبالحضارة صحيح بس في بعض المشاريع او خليني اقول مباني التراثية هي صغيرة يمكن في الحجم انما كبيرة في القيمة مجرد ترميمها او الحفاظ عليها بيبقى مهمة صعبة ممكن لو قلت الاسم كده قدام حد يقولك ايه ده ايه بيت الزغير ده انما هو له قيمة كبيرة عشان كده بتبزله مجهود كبير في الحفاظ عليك انا اشتغلت على يمكن اول حاجة تراثية رممناها بحقه حقيقي مركز ابداع ده منهور ده تابع لوزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية وكانوا طلبوا مني سنة 2007 تقريبا انه نرممه كان مبنى البلدية بحيث ان احنا جايبينه اه جميل يعني هو اصلا كان مبنى قديم هو كان مبنى البلدية وجنب الاوبرا يعني حدريك شايفه مبنى الاوبرا اللي على اليمين ده فهو ايدنتيكال يعني شكله بالضبط زي مبنى الاوبرا الشكل ده قبل الترميم الحقيقة يعني ده كان قبل الترميم المدن وده كانت الرسومات بقى بتاعت اللي احنا بنرجعه لاصله المدن الزمان اللي هي ده منهورة البنصورة طندا كان دايما بيبقى فيها مبنى البلدية وملحق بيه مسرح وكان اللي بيبنيه الاعيان بتاع المدينة فكانوا بيتباروا اه والله فعلا وكانوا بيتباروا فيه اظهار الفخامة والحداسة البلدية قصدنا البلدية قصدنا المحافظة زمان كان اسمها البلدية بس اللي احنا دلوقتي ترجمتنا المحافظة المحافظة لازم يبقى فيه مسرح جنبها اتخيلي يعني المنصورة كان فيها مسرح جميل جدا جدا وهنا ده الاوبرا اللي هي اوبرا ده منهور اللي احنا عارفينها بيحصل فيها عروض وكذا يعني هو كان مبنى زي مبنى ملحق بيه اجتماعات وصالون ادبي وقاعد بلياردو وحاجات جميلة كده فحاولنا بقى المركز ابداعه الحمد لله شغال حلو جدا جدا يعني وزارة الثقافة بتديره صندوق التنمية الثقافية اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه